من منطقة مضيق تايوان ينضم إلينا موفادة العربية ليت بزاري ليت مرحبا بك معي في هذه النشرة نتحدث عن عبور سفينتين أمريكية وكندية أيضا كذلك من مضيق تايوان كيف هي لجواحة هذه اللحظة أبرز ردود الفعل على هذه الخطوة المستفزة إنجازة تعبير للصين نعم قد تكون مستفزة فيعد هذا العبور العسكري نايف الكند الأمريكي الأول أو لعبور السفن البحرية الأمريكية للمضيق منذ 29 من أغسطس تزامنت عمليات العبور الآخرتان مع تصريحات أمريكية لدعم حكومة تايوان الأولى مع زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي والثانية مع تأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن الواضح أن الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان إذا غزتها الصين وتقول البحرية الأمريكية أن معظم المضيق الذي نرى في الصورة خلفي يقع في المياه الدولية مستشهدة بتعريف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للمياه الإقليمية على أنها تمتد 12 ميلا بحريا يعني 22.2 كم من ساحل الدول التي تطل على المياه وهنا نقصد الصين الذي نشاهد مدينة شيمن في العمق وترسل الولايات المتحدة بانتظام سفنها الحربية عبر هذا المضيق الذي يبلغ طوله يعني مضيق تايوان 110 أميال يعني 180 كم مياه تفصل بين جزيرة تايوان الديمقراطية المتمتعة بالحكم الذاتي والمين لاند الصين التي نشاهد أيضا التي نشاهد في الصورة يعني هنا في جزيرة كنمن التايوانية ومن خلف مدينة شيمن الساحلية الصينية التي لا تبعد أكثر من ثلاثة كيلومترات عن الأراضي التايوانية كما نشاهد حواجز شاطئية مضادة في ويكان شوذا متل الحواجز التي نشاهدها الآن في الصورة نعم نايف بالفعل هي حواجز شاطئية مضادة للإنزالات الشاطئية وضعها الجيش التايواني لردع من يريد التسلل أو محاولة اجتياح القوات الصينية للتايوان لكن هذه الجزيرة تعاني من تهديد من نوع آخر وهو المسيرات التي تقلع من الأراضي الصينية لتراقب حركة الجيش التايواني وتلتقط صورا ومقاطع فيديو بأقل من دقيقة واحدة وبسرعة تتجاوز تسعين كيلومترا في الساعة تعود إلى قواعدها في الأراضي الصينية التي نشاهد خلفي وكانت تايواني أسقطت قبل أيام إحدى هذه المسيرات في رسالة ضمنية على عزمها الدفاع عن استقلالها أمام أي استفزاز صيني كما تدرس تايوان إرسال مسيرات حديثة محلية الصنع ميد إن تايوان أسرع من الصينية للتجسس على الصين الحدودية بمنشآتها العسكرية ومدنها الساحلية وإذا أخذنا الصورة مرة أخرى نشاهد أن هذا الشاطئ يعني هو مقابل الصين نشاهد في عمق الصورة هذه المدينة التي هي أصلا على جزيرة صينية تسمى شيمن وهي مدينة ساحلية ومنها تطلق تلك المسيرات ونشاهد أيضا كيف يقوم الجيش التايواني بوضع هذه المثل أو هذه الحواجز المضادة للإنزالات فهناك خوف من أن يكون هناك إنزال يوما ما لا نأمل ذلك على الأراضي التايوانية شكرا جزيلا لك على كل حال على كل هذه التفاصيل والمعلومات من نضيق تايوان الموفد العربي إليت بازاري